تمكننا عن نصر فرقة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية لدرك الوطني بولاية سكيكدا من حجز 41 كيلوغرام من الدهب كانت مخبأة في الأجنحة الخلفية لسيارة مخترب عادة إلى أرض الوطن في عطلة عبر الميناء العملية التي جاءت إذر معلومات وردت إلى ذات المصالح تفيد بأن مخترب يبلغ من العمر 28 سنة ينحضر من ولاية تبسة تمكن من تمرير كمية من الدهب عبر ميناء سكيكدا لتنطلق على الفور عمليتي ترصد ومتابعة مكنت من توقيف المعني وحرج كمية الدهب المذكورة والتي تقدر قيمتها المالية ب33 مليار سنتيم بالعملة الوطنية